الإمام القرطبي رحمه الله له تعليق جميل في تفسيره على قوله تعالى ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها يقول أن الرجل إذا هاجت عنده الشهوة والغلمة لا يسكنه من هذا الهياج إلا زوجته فإليها يسكن وبها يتخلص من الهياج يا سلام الإمام القرطبي رحمه الله يقول في تفسيره وللرجال خلق البضع منهن البضع لهو فرج المرأة ويستشهد بقوله تعالى وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم فأعلم الله تعالى الرجال أن البضع من النساء إنما خلق للرجال أي لأزواج النساء ولذلك عليها بذله في كل وقت يدعوها الزوج فإن منعته فهي ظالمة وهي في حرج عظيم ما لم يكن هناك مانع شرعي ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأب عليه إلا كان الذي في السماء صاخطا عليها حتى يرضى عنها فهو وعيد شديد في حق المرأة التي لا تعطي زوجها حقه في الفراش وفي لفظ إذا باتت المرأة هاجر فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح يا رطيف فعلى المرأة أن تلبي رغبة زوجها وتحذر من هذا الوعيد الشديد ما لم يكن هناك مانع شرعي